التي تشنها إسرائيل ضد وكالة الأونروا تتجه إلى الفشل بسبب الأعمال نفسها التي تقوم بها قوات الاحتلال في غزة إسرائيل كانت تتطلع إلى أن يؤدي وقف تمويل الأونروا إلى انهيار خدماتها إلى أن الأوضاع الإنسانية المأسوية في غزة لا تتلزم الدول التي قررت وقف تمويلات إلى إعادة النظر بقرارها الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش جوتيريش وصف الوكالة بأنها العمودة الفقرية لجميع الجهود الإنسانية في غزة وناشد جميع الدول ضمن استمرارية عملها المنقذ للحياة جوتيريش أفاد أمام اجتماع للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بأن إسرائيل منعت إدخال معظم المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة وأنه يشعر بالرعب من الضربات العسكرية المتواصلة التي تؤدي لمقتل وإصابة مدنيين في غزة مارتين جريفث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قال في إحاطة أمام جلسة لمجلس الأمن إن إسرائيل ترفض دخول الكثير من المساعدات لغزة لأسباب غير واضحة وقال إن خدمات الأونروا لثلاثة أربع سكان غزة لا ينبغي أن تتعرض للخطر بسبب تصرفات مزعومة لعدد قليل من الأفراد منظمة الصحة العالمية قالت بدورها إن وقف تمويل الأونروا ستكون له عواقب كارثية على سكان غزة وتقدم الأونروا في الظروف الاعتيادية خدمات تعليم وصحة ومساعدات إنسانية متنوعة لنحو 5.9 مليون فلسطيني يعيشون في 58 مخيما الأوضاع المأساوية التي صنعها العدوان الإسرائيلي في غزة بتدمير أكثر من نصف مباني القطاع وتجويع مليوني إنسان وتدمير البنية التحتية وشل الخدمات الصحية جعلت من الأونروا قارب الحياة الوحيد للقطاع إذ تمتلك الوكالة نحو 13 ألف موظف هناك صحيح أنهم يتعرضون للقتل والتنكيل كباقي المواطنين إلا أنهم العمود الفقري الذي تستند عليه فرص الإغاثة والإنقاذ